كبير ونتواصل معا نحو حركة ثقافية تنميرية معاصرة حقيقية من عاتي بأن أكو كلمة لفخامة الرئيس الراحل مام دلال عندما كان يخطب يقول مع حفظ الألقاب مع حفظ الألقاب يعني يستثني ذكر أحد الحضور الكرام ولكني مضطلة الآن أن أستأذنكم ورحبوا ترحيبا حارا ثلاثة من الحضور أولهم دكتور حسين عبد الحسين شعبان اللي هو حقيقة كاتب لامع ثقف إراقي ونصير كردستاني باستمرار لم يتعم ولا يعرف أي عوائق أمامه من أجل ترسيخ الثقافة الديمقراطية والتنويرية ومناصرة أقرب الأمم للأمة العربية وهي الأمة الكردية ورحبوا به وترحيب الثاني لقنص الفلسطين المؤقر الذي هو يمثل لقنص الفلسطين المؤقر بسيطة بسيطة رجالات بايتخت بي لكاتك دائم الاساة داو غفتو قودة كين سبارت باكمال اقبابتي آسائي كباشتني قناقي بسرات تبروه كقناقي روشنبيري كساعت دوام ملاياتيه كبراسي بازنكرا كموسيقى جنكي غوريه و كأوج نصير شميه و خلق خانقين شبوزانيه تان خانقين شارعات زكاين منوك زور زور خوشم اوتو و نصير شميه بخوي لخانقين لدايق بوا و لخانقين گوربوا و لروع عقلي و دهنانيشو لنشتماع عربي دهگوه زور بخير بان و عباد و پهوستيش پشوزي الوزير روشنبيري عراقي بكم و قرانتي پشوزي الوزير و بخير حتني همو تاناقين و بخير حتني همو تاناقامو و هوادار رم پى كوابميني بوا أواكว ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر